اجتماع توعي توجيه جمع وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة مسخدان بمختلاف مسؤولي المؤسسات التعليمية العامة بالعاصمة الجمينة الاجتماع كان فرصة سانحة لإعطاء التوجيهات اللازمة لمسؤولي المؤسسات التعليمية الحكومية من أجل تحسين نوعية التعليم الأمين العام بوزارة التربية الوطنية محمد سعيد فرح رحب بالحضور وقال إن الاجتماع يعد فرصة لوضع النقاط على الحروف من أجل دعم وترقية عملية التعليم بالمؤسسة العامة وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة موسى خدام أشار إلى أن التعليم هو أمر ضروري للأديال وهو مسؤولية شاركية بين المدرسة وأولياء التلاميس كما تحدث موسى خدام وزير التربية عن المشاجرات من الثانويات العامة حيث حمل مسؤولية الخلاف لمسؤولي المدارس وقال هناك تهاون من قبل بعض مديري المدارس والثانويات العامة وأردف الوزير أن بعض الثانويات أصبحت بؤرة للأوساخ التي لا تشرف الصروح التعليمية مطالبا من المسؤولين تحمل مسؤولياتهم في تهيئة بيئة صالحة للتعليم وفيما يخص قياب المدرسين فقد أصدر الوزير جملة من الإجراءات الصارمة لمعاقبته كل المتهاونين وأشار وزير التربية الوطنية بأن جلة المدارس الحكومية تنقصها الأنشطة الرياضية والثقافية مما جعلها مكانا للعنف والمشاجرات موضحا بأن مخرجات الحوار الوطني الشامل تلزم بتطوير وسائل السلام والتعيش السلمي وقبول الآخر في الوسط المدرسي بالإضافة إلى تعزيز قيم المواطنة كما أعلن الوزير بأن هناك عملية إحصاء رقمي لجميع الموظفين في الأيام القادمة اشتركوا في القناة